موسيقى اهلا بكم الى نشرة سوريا اليوم وفي عنوينها الجيش الحري استادف تجمعات للنظام في محيط جوبر ودمستورة في دمشق اليوم الاردن يؤكد مضيه في الحرب على داعش حتى القضاء عليه كيري يعتبر امام قمة ميونيخ ان بقاء الاسد سمح بنمو الجماعات المتضرفة في سوريا يصل الموفد الاممي الى سوريا استيفان دمستورة اليوم ليبدأ لقاءاته مع مسؤولين نظام السوري في اطار مبادرته لتجميد القتال في حلب ميدانيا استهدف الجيش الحر تجمعات للقوات الاسد في محيط حي جوبر ولمساكن العسكرية وفرع الامن العسكري واللواء 79 في مدينة الصنمين بريف درعة لا يزال القصف المكثف والمواجهات الدامية الحدث اليومي في مختلف المحافظات السورية ولسيما العاصمة دمشق التي استهدف الجيش الحر فيها تجمعات لقوات النظام في محيط حي جوبر قوات النظام السوري اجددت من جانبها قصف بلدتي الطيبة وزبدين بريف دمشق الغربي كما اغارت على مدينة دومة في غوطة دمشق الشرقية حيث تستمر الاشتباكات الطاحنة وفي مدينة الصنمين بريف درعة استهدف الحر المساكن العسكرية وفرع الامن واللواء 79 التابعة لقوات النظام فيما تدول اجتباكات في محيط بلد الدير العدس بمحافظة درعة التي تتعرض ايضا لقصف بالبراميل المتفجرة قوات النظام استهدفت ايضا حي الوعر ومدينة تلبيسة وقرية السعن بحمص وريفها كما القت البراميل المتفجرة على مناطق في بلدة كفرزيتة وبلدة اللطامنة في ريف حما حيث الاشتباكات تسجل على اكثر من جبهة هذا واسقة عدد من القتل بغارة للطيران الحربي على مدينة الميادين بريف دير الزور فيما دارت موجهات بين قوات النظام وتنظيم الدولة في حيي الرصافة والصناعة بمدينة دير الزور وفي الحسكة استهدف مقاتل وحدات حماية الشعب الكردي بعدة قذائف مواقع لتنظيم داعش في مدينة رأس العين ومع استمرار القتال بين الكتائب الاسلامية وتنظيم الدولة بريف حلب قصفت قوات النظام منطقة باب النصر وحي بني زيد ونفذت طيران الحربي غارات عدة وألقى البراميل المتفجرة على أحياء في محافظة إدلب أعلن قائد السلاح الجو الملكي الأردني اللواء الركن الطيار منصور الجبور أن سلاح الجو الملكي دمر 20% من قدرات تنظيم داعش وقتل 7000 إرهابي منذ المشاركة مع قوات التحالف أضاف في مؤتمر صحفي أن الأردن مصمم على محاربة داعش حتى مسحي عن وجه الأرض أدت العمليات الجوية للأيام الثلاثة الماضية إلى خسائر جسيمة في تنظيم داعش وإلى خسائر عديدة في المعدات ومنذ بداية الحرب كان هناك مراكز ثقل تحقق الأهداف للحملة الجوية مركز الثقل الأول استهداف القيادات العليا لتنظيم داعش وعلى رأسهم البغدادي وجماعته والمركز الثاني للثقل خفض الإرادات الغير مشروعة للتنظيم والتي كانوا يحصل عليها من بيع النفط بطريقة غير مشروعة أما المركز الثقل الثالث فكان إضعاف وتدمير مراكز التدريب والمراكز اللوجستية ورابعا كان هدفنا الحد من قدرات داعش على التمكن من القيادة والسيطرة وأما المركز الثقل الخامس والذي استهدفناه بشكل ضار في الأيام الماضية فهو مقاتلون بل مجرمون داعش مصممون على محاربة داعش حتى نحقق الهدف من هذه الحرب وهو جلي لنا لمسح داعش عن وجه الأرض في اليوم الثالث والأخير من مؤتمر ميونيخ للأمن أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كاري أن بقاء بشفر الأسد سمح بنمو الجماعات المتطرفة بسوريا مكافحة الإرهاب والنزاع في أوكرانيا بالإضافة إلى ملف إيران النووي ملفات شكلت محورا بارزا في مناقشات المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الحادية والخمسين واشنطن التي تسعى إلى حشد التأييد الإقليمي في حملتها ضد داعش أكد وزير خارجيتها جون كاري أن التنظيم يتراجع بسبب الضربات الناجحة للتحالف الدولي التي أدت إلى مقتل نصف قادته لافتا إلى أن بقاء بشار الأسد سمح بنمو الجماعات المتطرفة بسوريا بدوره رأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اللا أحد بمنأة عن الإرهاب ويجب توحيد الجهود لمواجهته من دون تقديم تنازلات من شأنها تقويد الأمن الأوروبي هذا ولم يغلب ملف السلام عن المؤتمر بحيث دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط للاجتماع في بيونيخ سعيا لأحياء عملية السلام وعلى هامش المؤتمر سجلت سلسلة لقاءات أبرزها اجتماعهم بين كاري ونظرائه في مجلس التعاون الخالجي ومع وزير الخارجية المصري سامح شكري ومع الوفد العراقي حيث جرت تأكيد على ضرورة التصدي للإرهاب وبهدف تقريب وجهات النظر بين الغرب وطهران التقى كاري للمرة الثانية نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي اعتبر أن هناك فرصة قد لا تتكرر للاتفاق بشأن برنامج إيران النووي لافتا إلى أن لا حل إلا برفع لقوبات الاقتصادية عن بلاته وأن تمديد المفاوضات حول الملف النووي لا يصب في مصلحة أحد وفي سوريا اليوم هذا الفاصل صحيفة الأبزورفر تدعو واشنطن و لندن إلى بذل جهد أكبر لكبح المتطرفين في جولة على أبرز الصحف العالمية التي تناولت الملف السوري تتحدث صحيفة الاندبندنت اون سنداي عن أربعة ملايين لاجئ مهمل فيما دعت الأبزورفر واشنطن و لندن إلى بذل جهد أكبر لكبح المتطرفين نشرت صحيفة اندبندنت اون سنداي تقريرا يتناول دعوة لتبني برنامج لإعادة توطين اللاجئين السوريين مشابه لبرنامج إعادة توطين الفارين من الأزمة في الهند الصينية في سبعينيات القرن الماضي وتشير الصحيفة إلى أن الدول المجاورة لسوريا تنوء بحمل اللاجئين الذين بلغ عددهم نحو أربعة ملايين في حين دعا مقارر الأمم المتحدة الخاص لحقوق اللاجئين فرانسوا كريبو الدول الأوروبية ودولا أخرى غنية إلى استضافة مليون لاجئ سوري في خلال خمس سنوات من خلال نظام حصص عادل يأخذ بعين الأتبار عدد سكان هذه الدول والناتج المحل الإجمالي لها ومساحة الأرض المتاحة والكثافة السكانية ووفقا لهذا فإن دولة مثل كندا سيكون بوسعها استضافة 9000 لاجئ في العام بينما يكون بمقدور ألمانيا استضافة 20 ألفا نشرت صحيفة الأوبزيرفر افتتاحية تدعو الولايات المتحدة وبريطانيا إلى بذل جهد أكبر وأكثر إبداعا من أجل كبح جماح المتطرفين وتقول الصحيفة أن تنظيم داعش قد يكون في حال التقهقر لكن المشاكل الأهم التي يمثلها ويتغذى عليها لتزال بعيدة عن الحل وهي انتشار الأفكار الإسلامية المتطرفة والشقاق الممتد بعبر المنطقة بين السنة والشيعة والفشل الإجرامي لحكومتين بغداد ودمشق وتخلص الافتتاحية إلى أن المطلوبة الآن هو استراتيجية سياسية ديبلوماسية عسكرية متكاملة للتعامل مع المشاكل المرتبطة ببعضها في العراق وسوريا وإيران في صحيفة سندي تايمز البريطانية نطالع مقالا للمساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية جيمس روبين قال فيه أن تصعيد الأردن مشاركته في الحملة ضد داعش يمنح الغرب فرصة لابد من استغلالها من خلال تعزيز جهودها في مواجهة التنظيم ويضيف روبين أن دولا أخرى قد تحذو حذو الولايات المتحدة إذا عززت الأخيرة مشاركتها ربما من خلال نشر قوات خاصة على الأرض في سوريا ويختتم الكاتب بدعوة بريطانيا إلى تعزيز مشاركتها أيضا مشيرا إلى أنها تتحمل مسؤولية هذه الفوضى الجيوسياسية من خلال تقسيم سوريا والعراق بعد الحرب العالمية الأولى بعد سنوات من فرض حظر التجول الليلي في بغداد أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي برفع الحظر الأمر الذي استقبله العراقيون باحتفالات عفوية في الشارع رافعين الأعلام العراقية ومطلقين أبواق سياراتهم هكذا أمضى العراقيون في بغداد الليلة الأولى لانتهاء حظر التجوال الليلي المفروض منذ سنوات على العاصمة العراقية بعدما أمر الرئيس الوزراء حيدر العبادي بإنهاء منع التجول الذي كان يطبق من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة فجرا وفيما تسعى القوات العراقية لإزالة الحواجز الأمنية لتسهيل حركة الناس في المدينة قال قائد عمليات بغداد الفريق محمد الشمري في تصريح صحفي إن كل الطرق باتت الآن مفتوحة في بغداد مؤكدا أن ليالي بغداد ستعود إلى سابق عهدها الآن كل الطرق مفتوحة بإمكان الحركة بحرية في كل بغداد ستنعكس على كل المفاصل الإجراءات الأمنية في بغداد قابلتها أعمال إرهابية لتنظيم داعش حيث فجر مسلحون من التنظيم منزل نائب محافظ كاركوك بالحويجة في حين أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بالعراق بأن تنظيم داعش هدم ضريح وجامع الإمام محسن في حي الشفاء بالجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد سرقة محتوياته يذكر أن ضريح وجامع الإمام محسن شيد في القرن الخامس للهجرة في نينوى وقد تم ترميم الجامع وتوسعته وإضافة منارة وجناح جنوبي للجامع في العام 1959 في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل اليابان تمنع صحفيا من التوجه إلى سوريا وتصادر جواز سفرها أهلا بكم من جديد منعت اليابان صحفيا مستقلا من السفر إلى سوريا وصادر جواز سفره وذلك حرصا على سلامته بعد إعدام داعش رهنتين يابانيين الشهر الفائت للمرة الأولى في تاريخها منعت اليابان أحدا سحفيها من التوجه إلى منطقة حرب لتغطية النزاع ميدنيا فبعد أقل من شهر على إعدام تنظيم داعش لرهنتين يابانيين صادرت السلطات اليابانية جواز سفر سحفي كان ينوي التوجه إلى سوريا وذلك حرصا على حياته ومنعا لوقوعه بأيدي التنظيم المتطرف وصرح المصور السحفي المستقل يويشي سوغيموتو وهو في العقد الخامس من عمره أنه كان يرغب بدخول سوريا في السابع والعشرين من شباط الجاري لإعداد تحقيق عن حياة اللاجئين لصالح صحيفة أساهي شيمبون ولكن مسؤولا من قسم جوازات السفر في وزارة الخارجية صادر جواز سفره لمنعه من الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة قرار المنع هذا تزامن مع استطلاعات جديدة للرأي أظهرت ارتفاع نسبة التأييد لرئيس الوزراء الياباني شانزو أبي جراء طريقة تعامله مع أزمة الراهنتين الذين قتلهما داعش في سوريا وفيما احتشد مئات اليابانيين في توكيو للمشاركة بمسيرة شموع حدادا على الضحيتين اليابانيين أوضح استطلاع أجرته أكبر صحيفة يومية في اليابان أن شعبية حكومة أبي ارتفعت إلى 58% مقارنة مع 53% في كانون الثاني الفائت وأكد استطلاع آخر أن أكثر من 60% من اليابانيين راضون عن تعامل الحكومة مع أزمة الراهنتين وأيد غالبية من شملهم الاستطلاع خطة الحكومة لمواصلة تقديم مساعدات إنسانية للمناطق التي تأثرت بسبب إرهاب التنظيم فيما قال 57% منهم أن أي رد على داعش يجب أن لا يكون عسكريا أعلنت وزارة الصحة التركية أن عدد الخدمات العيادية التي قدمتها للاجئين السوريين في تركيا ناهز 6.5 ملايين خدمة حتى الآن وفي مؤتمر بمدينة شانلي أورفي أشار مستشار وزارة الصحة إلى أن تركيا بذلت كل ما في وسهها لتقديم شتى أنواع الخدمات الطبية للاجئين السوريين منها لأربعين ألف سيدة أنجبت في تركيا خلال العامين الماضيين وتستمر الوزارة في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة كما أنها تعمل على تطوير خطة للرعاية الصحية للاجئين السوريين في المخيمات ومراكز صحية خاصة بهم حتى الركام في سوريا يمكن الإفادة من خدماته فيواظب أحد السكان الرستا بريف حمص مع عائلته على جمع ركام الأبنية وإعادة تدويره في أحجار خفان صالحة لإعادة البناء من جديد أبو محمد خلف المقود وولداه في مؤخر الشاحنة ووجهتهم ككل صباح البيوت المهدمة في الرستا بريف حمص وسط سوريا أما هدفهم فجمعوا الحجارة من الركام ونقلها حجرا حجرا بحمولة كاملة إلى مكاسر الحجر لطحنها وتحويلها حجارة من جديد لبناء بيوت جديدة طريق العودة إلى المكسر سهلة وإن كان التفريغ صعبا حيث يتشارك الجميع في طحن الركام وتنعيمه يدويا بما يؤهله إلى إعادة التدوير إعادة جبل المزيج والخليط المتجدد تتم يدويا أيضا قبل قولبتها ورصفها حتى يجف لتكون حجارة نافعة للبناء بعدما كانت ركام حرب قبل ساعات وكأنها حياة ما بعد الفناء جمع ناشطون في شريط فيديو بثوه على المواقع الإلكترونية مواقف ميدانية حقيقية للعشر الأكثر غباء في أعمال داعش وسرعان ما أصبح الشريط متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر وفي آخر خبر ورد قبل قليل أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية استعاد ثلث القرى التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في محيط مدينة عين العرب السورية الحدودية مع تركيا وأشار المرصد إلى أن الوحدات الكردية سيطرت في الأسبوعين الماضيين على ما لا يقل عن 128 قرية من أصل 350 الآن تذكير بعناوين النشرة الجيش الحر يستهدف تجمعات للنظام في محيط جوبر ودمستورة في دمشق اليوم الأردن يؤكد مضيه في الحرب على داعش حتى القضاء عليه وكاري يعتبر أمام قمة ميونيخ أن بقاء الأسد سمح بنمو الجماعات المتطرفة في سوريا إلى هنا تنجد هذه النشرة شكرا لإصائكم إلى اللقاء إن شاء الله اشتركوا في القناة